تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي تمكنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تحريضية تتكون من خمسة عشر شخصا وحسب بيان لذات المصالح فإن الشبكة كانت تتعامل مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني بغرض المساس بالأمن العام وضرب الوحدة الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة أسفر التحقيق الذي باشرته ذات الفرقة في هذه القضية إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية التي كان عناصرها يقومون بتزييف معلومات تنشر وتروج أخبار مغرضة ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي تم تقديم المشتبه فيهم بتاريخ الرابع والعشرين سبتمبر الفين وثلاث وعشرين ماما وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة المشتبه فيهم وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح المساس بالأمن العام والتحريض على ذلك نشر وترويج عمدا بوسيلة إلكترونية أخبار مغلوطة ومغرضة بين الجمهور وإرسالها للخارج بهدف المساس بالوحدة والمصلحة الوطنية وإثارة الرأي العام التي من شأنها المساس بمؤسسات الدولة واستقرارها من خلال التواصل مع أطراف معادية للوطن